اشتركوا في القناة اهلا بك كابتن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومصر بتفتخر بيه طبعا نول الرجل الخارق الحمد الله وانا بعلم منه مريب قوي ازاي بقى هو بيعمل الحاجات ديت هنتعرف بقى علي شخصية كابتن اشرف كابونجا على نعب مين كابتن اشرف كابونجا وابتديت مليون. انا ابتديت من الصفر زي ما بقوله. اه. انا اسمع عشر خمجة من اسماعية. ازبت العقادة. اه مشوار حياتي في الرياضة. كان في العلاقة كنت بلعب كرة. اه. طبعا بسبب الحروب وكده. كنت عدة كم سنة? نور اثماشرة. بس كنت بتلعب كرة. يعني ما كنتش لسه اتجهت للكمال الاكسام والحاجة دي. فجيت هنا في اسماعية طبعا احنا عريفه كده. كنت بلعب في حتة فاضية وكما فالعلاق سموني او الشباب الصحابي سموني عشر كامونجة. دي كانت اول لقطة بتاعتي اسمها كامونجة دي. انا جي لقب كامونجة. اه لا هو كابتن اشرف محروس. لكن اللقب اشرف كامونجة. ايه فعلا اسمه كامونجة كان لقب في الكورة. في الكورة اه اه. انا اسف. تلات بقى من هناك على كامونجة دي. دي كت شهرتي بقى في الاسم الشهر بتاعت كامونجة. في سن اه بعد ما اتخلصت جيش بص زبط لعبت في جودو. اه قبل ما اطلع من جيش لعبت في جودو خدت اول في جودو في قوات المسلحة. وبعد كده ربنا اكرر مني خاتي الثالث بعدها في شهرين. اه في. ثالث جمهورية. اه. حتى اول مدرعات. بعد كده خاتي ثالث جمهورية. طلعت بقى بديت بقى في موضوع المصرعة. السلسل مصرعة في الفين واربعتاشر. كان اول فريق مصرع نسائي. وشبعب. اعملنا عرض في مركز شباب سرابيوم. اه. اسماعيلية. وكان دي اول خطوة ليا انا الفريق. وكانت نجحة الحمد الله. بعد كده استمرت بقى عمل اروض. اللي هلحد كورونا. طيب اه. غريب يا دكتور اه يا كابتن ان انت بدأت حياتك في في الكورة وبعد كده الجودو بعد كده اول جودو بعد كده. بس على فكرة هو الجودو والعديات ديه علعب كوة. معروفة ان هي علعب كوة. اه جدا جدا. فهو يمكن حضرتك ابتدت منها وهي يعني بدايات الموضوع اللي انت ابتدت بيه ان انت تشد قطر تشد المترو الحاجات ديت كانت بداية من كده. كانت بدايتها من هناك شدت بطوبر. اه. شدت اه لوضر. اه. كان بالصدفة عمل الصدفة يعني كده. اللي هو التمانية وعشرين طن ده? اه. او عشرين طن تقريبا. تقريبا. اكتر. اه. كان لوضر اسمه ستين كبير قوي. اكتر حاجة جدتها كمية كبير? المترو. المترو. كان متين واحد وعشرين طن. اه. والحمد لله ابتدت اه. 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 الحمد لله. اه. 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 متى اول لحضرتك. اه. Consent law. ده طبعا الالعاب الريدى دي. مما ان حضرتك معنا النهاردة بيترتب عليها اه. اكلات معينة اه. بنشوف كتير من الشباب بتتاجه للحاجات المكلات الغزائية. مممم. علشان خاطر تبني عضلات. علشان خاطر اللي هي. اه يعني اه. تساعدعة على الاستمرار في الجيم او في الالعاب القوة. حضرك بتنصح بيها ولا لا? لا ما امسحش بيها خلاص. انا بتجيدي هدايا حاجات دي كده اي جدا بديها الاصحابة في الجيم لكن انا ما باخدش الحاجات. بصي انك ااقوى راضي في العالم. العزو دي مكلمة انا. شدت المتر الفئة. شدت رلات شدت سفن. ما خدتش حاجة الحمدلله عوش بقض ما شدتهاش. ما ما خدتش اي حاجة. طب ايه الاجالات اللي حضرتك نجيب لك مياه. اه يريد عشان مش قادر. السفر ما اثر عليش. واضحة تغيير الجوة عموة. الجامس معلية انضحة. طبعا احنا بنتكلم في موضوع المكملات الغذائية اللي الشباب بيتعتمد عليها. وبتأدي الى حالات الوفاء اللي بنسمع عنها الفترة. بالضبط كلا. كتير جدا بيحصل وفاة. عايز اقول لك وفاة وفيات كتير جدا حصلت لصحابي. بالضبط. وانا اسمعت عن حاجة ناس كتير. اه. وموضوع ده صعب جدا. الناس بتشغب وخلاص مش عارفة ايه حاجة. مفروض اه اساسا دي لها تحاليل. اه. وعن طريق دكتور. اه. لكن في حاجات طلع تحت السلم بقى اه بصانع ومش هعارف ايه وكل بياخد. طب ايه اللي انت بيعتمد عليه الاكلات المعينة اللي انت بتعتمد عليها. اللي هي فعلا بتنصح بيها الشباب. واكلات المعينة دي ما حاجة يكون حاجات صحية. اه. زي. اه. خضار. اه. حكها. اللحوم كلها. راكل الطبيعي. راكل الطبيعي. اه. بعدين بالدول الحاجات فيها بروتين. الفولي. ريحم لناكم فيه بروتينك حلو قوي. اه. بوكوليات الفاصولية. الترمس. انا بقولها لك او ما حدش عارفها. ولا ممكن ده كتر ما يعرفهاش. الترمس دي فيها اه اكتر ما اقولك يعني الطبع ده فيها اكتر من خمسة كيلو لحمة. طبها ترمس. يعني انت ممكن تفيدك وممكن تعمل عضلات بشكل طبع ترمس ده. احنا بنشوفها كابتن اه ناس كتير تطلع بتدعي انها عندها قوة خارقة وبتدعي ان هي مثلا. اوه. نزبط. اللي قولك انا بامشي في الهوى واللي قولك انا بامشي في الميا والحاجات دي. هل ده لأ علاقة بالقوة الخارقة ولا سحر. قوة خارقة كده. القوة خارقة بتتحسن انت انسحبت حاجة او عمدت حاجة ما فيش حد يقدر يعملها. يعني انت توازن نفسك مثلا بخمسة ستة. اه انت حاجة بتعملها خمسة ستة سبعة عشرة. اوكي. انت عندك قوة خارقة. يعني مشان مسلا دي شدة عربية. شدوا مقرباز. يشربوا تسجد. حضرتك انت بتشدها بيديك ولا باسنانك? انا شفتهم. انا شدت ريلاة حد ريلاتين باسناني. ده اللي هم موازنون 28 طن. اه. اه. اما خليك مثل في المترو 211 طن. السفينة سحبتها 4000 طن. ما شاء الله. اه. فتقول دي دي ارقام كاسية. مفيش حد في العالم. سكينا باسمك في موسوع جنس. طبعا. الحمد لله. طبعا انا اسروا ما مجيبتهاش الشهادة يعني كنت في عمل خيري. اه. انا عارف طبعا عايز اقولكو ان كابتن اشرف اه بيقوم بعمل خيرية كتير جدا. اه انا متابعي طبعا وهو صديق يعني راح ترمه فقراسي. اه. هو يعني بجد انا مشكورك على العمال الخيرية انت بتقدمها. واحنا محتاجين فعلا ان احنا الاعمال دي تكون متواجدة من كل شخص بيوصل لحلمه يحس بالناس اللي حواليه. اه بيكبر بخاطر الناس كتير جدا ودي من الحاجات الجميلة اللي بيمتاز بيها. طبعا. وقبل الخاطر دا يا جماعة حاجة جميلة. دي كمان يا دكتورة الاصحاب القوى الخارقة دول سبحان الله بيبقى عندهم طيبة وسمحة في التعامل ودي فطرة من ربنا لان هو لو ما اتسامش بالصفات ديت واستخدم كوته اكيد. اه هيسبب ضمار. دي انا انا خط بربنا جدا. عايز اقولك يعني. ودي اجمل حاجة. طول ما حضرتك بتخاف من ربنا. جدا اه. هتقدر تعمل كل شيء جميل. طبعا. الحمد لله. سي برنامج بيقول لي عيشها صح. صح. عيشها بسعادة. 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 عيشها بسعادة. اخوة لو عاش بسعادة يمكن دي كلمة فيه ناس كتير بترد عليها وتقول احنا ازاي نعيشها بسعادة في الوقت اللي احنا فيه. لأ هو احنا بنعيش السعادة. اوقات كتير قوي بتجينا السعادة بس مش بنحس بيها. فبقولك عيش وقتك عيش يومك. عيش كل وحظة بتعدي عليك انت سعيد. انت كده وصلت لكل شيء جميل. صح. عايزينك بقى تقول لنا بالمناسبة السعادة. ايه الاكلات اللي انت كتنقاشرق بيفطر بيتغدى. ايه الاكلات اللي انت بتاكلها في الفطار في الغداء في العشاء. الطبيعي بتاع. الطبيعي بس الطبيعي بيض لبن جبنة. كميات كبيرة ولا حاجات محدودة. انا كنت بفطر بالطبق بيض. كم ريضا. والله طبق بيض. طبق بيض. اه طبق بيض. تلاتين تلاتين تلاتين. اه. انا مش عايز اقول لك كنت فيه لكينا عادت حوالي اربع شهور باكل كلهم بطبق بيض. بس بتاخد الحاجات ديت بدون النشويات يعني بتاكل بيض. بيض ولا ببعيش. وبيض خط عليه السمنة والاش وشغال. يعني ما هو اكبر يعني. والغدا. بيكون ايه نظام الغدا عندك? اي حاجة بس بعيد ان الحاجة فيها زجود. اه. يعني ان اي حاجة فيها زجود ما بيش نحيطها. ناجر جبنة. زي ايه? زي الحوم مسلا كده? حاجات المقالية كتيرة. نا حاجات المقالية كتيرة قوي ما بحبها. لأ يعني او بتاكل يعني زي الحوم مسلوقة ما شوية. اه 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 الفراخ ما شوية. اه بالنسبة اللحوم بحبها اعمالها طاصة. صص يعني كده اوه بصر بالطوم والحاجات دي بحبها والحاجات دي. ولو طريق مع الولاد ما في البيت. السمك. عنهم سطر الله كانت في اليوم خمسة كبر سمك. ما شاء الله. طبعا مش اي حد طبعا يقدر لان هو. الله خمسة كبر سمك عشان كان بتمرن كتير. ايه لسه اقول. فبحرق اياه كتير. اه طبعا انا عارف حضرتك ان انت بتقوم بتدريب سيدات. اه. هل قابلت نفس شخصية زي حضرتك كده من السيدات? لا لا. صعب مش كده? اه صعب بس في بنات عندها قوة رهيبة. بس اولاك حاجة. يعني احنا عشان نلاقي سيدة اه نفس الطريقة دي. صعب. بس اولاك الحاجة. انك البنت الحد اه اربعتاشر خمسة عشر سنة اه قوتها تعادل الولد وممكن اقوى. ما شاء الله. هم. بس اول ما تيجي تتقلب بها ان هي بقت اه انسة وكده تضعف. اه. طب ايه الحاجات اللي قابلتك اه في الجيم في التدريب اه بالسيدات. ولقيتها ان هي فعلا اه فعلا هي سيدة مختلفة. او تقدر ان هي تعمل حاجات كتير قوي غير اللي موجودين عندك. هز فين طبعا ممكن نتلع فاصل ونرجع. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تشجعهم يكملوا حلمهم هم عندهم حلم كبير جدا لازم نخليهم يكملوا أستاذ محمد غير كده كمان أن بنقول عليه هم قادرون وهم قادرون فعلا وهم قادرون وباختلاف وهم قادرون وباختلاف وإحنا ما نتفضلش عليهم ولا بد من عليهم ده حقهم علينا وهم يستهلوا مننا أكتر من كده بل بالعكس إحنا المقصرين فحقهم كتير إحنا لما جات لنا فكرة المبادرة أستاذ الشرين طبعا أول من دعيتنا بيها ويمكن بكونيش بنعلن عنها خالص وبنشتغل فيه صلب تفاعل ده حقيقة إلى أن تقدمنا فيها خطوات كبيرة وبدأت الفكرة تسرق مننا بس الحمد لله إحنا كنا موصقين المبادرة وسبتنها بورق قانوني وسبتنها بورق قانوني وسبتنها بورق قانوني وسابت وبناء عليه محدش قدر الحمد لله يسرق نجاحنا أو يسرق خطواتنا وبقودكم معنا أولاد من سنين معينا عشان في ناس لما بتقول معكو كم واحد وهم أنا عندي يكفين إن يكون معايا مجموعة صغيرة بس أقدر أقدم لهم حاجة جميلة المبادرة مش شرطة نطلع كل شوية إن إحنا نتكلم عنها أو نقول هي بتقدم إيه بس النهاردة أنا حبيت أتكلم عنها علشان هما محتاجين إن إحنا فعلا نديهم مساحة إن إحنا نتكلم عنهم وإن هما نخليهم فعلا قادرون قادرين يعملوا كل شيء بشكر كل أمة طبعا بتتعب مع الطفل ده لإن فعلا بتودي تمارين وتجيب من تمارين محتاج رعاية خاصة محتاج رعاية خاصة محتاج معاملة خاصة ومجهود من النوع خاص وبتحتاج أهل من النوع الفلازي عشان يتحملهم الكتب وعليهم ربنا ده مش اختيارهم بس سواب ده عظيم هم مش نايصهم حاجة مش محتاجين ونفسي في أي مكان يتواجدوا فيه أكتر من إنهم محتاجين مننا المعاملة كطيبة اللي إحنا بنعملها البعض إحنا مش هنتفضل لديهم حاجة زيادة ونفسي لما يتواجدوا في أي مكان إنهم ما ياخدوا حقهم ده حقهم خلي بالك إن إنت لما بتطلع واحد زعلان من عندك أو متدايق إنت كده كسرت بخاطر وإنتم متفاهمين غلط إنه مش عشان هو قادر أو من زاوي الهمم إن جبر الخاطر ده لا جبر الخاطر لكل الناس أنا عايزك تتعامل معاين جبر الخاطر ده لأي حاج بسواب يبقى فرحان لكلمة جميلة تتقال مننا لنظرة حلوة بيبصهاله إنه هو فعلا عنده إنجاز قادر يقدم فعلا عنده طموح بنساعده إنه هو يكمل إحنا ممكن نستغليهم في حاجات كثيرة جدا وممكن نستفاد منهم في بلدنا في مصر ومددنيا تستفاد منهم في حاجات كثير جدا إحنا يمكن حصل من شهرين تقريبا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة عملنا الأول إيبنت لمنبضرة تتشين عيشها بساعدة وقدمنا فقرات أغلبها من فقرات زاوي الهمم موخوبين جدا 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 وبيقدموا عروض منظمة ومنصقة وعندهم التزام وعندهم لباقة وعندهم لياقة وخضور على المسرح في منهم طال جمهورية بالظبط يعني هم بالعكس ده هم أفضل من الناس كتير ممكن يكونوا بحالة سليمة بالظبط بس إحنا شايفينهم بالظبط كده إنما محتاجين استفاد منهم كتير كتير ولا هدف من أهدف المبادرة بالظبط كده إحنا حبينا إن إحنا ندمجهم ونندمج معهم ونستفاد منهم قريبا برضو هنعلن عن فكرتنا رسمي في حاجة معينة هتكونوا أول ناس طبعا مشاهدين برنامجنا ومتابعين مبادرتنا وأولادي اللي بحبهم هنعلن عن المفاجأ دي خليم فاجأ آه بالظبط كده هي مفاجأ ليكم إن إحنا كل الكلام ده يعني إن شاء الله يكون حقيق وفعلا بنتكلم عنه من قلبنا وبنقدر ننفذه عندنا درواتي الزكاء الاسطناعي إن إحنا ممكن إن أحد مش بيقدر يتحرك بس يقدر من خلال وهو في البيت يقدر يعمل حاجات كتير قوي ويقدم حاجات كتير قوي لي وفي أولاد منهم فعلا عندهم أنا معي إسلام ويمكن شاب جميل بيكتب قصص حد كويس جدا انبهرت من الحاجات اللي بعتها لي يعني قصص وقعد على قرصي مش بيتحرك لو صلتنا الضوء على الشباب والأولاد من زاوي الهمم هنلاقي فيهم مواهب مدفون تعتبر كنوز حقيقي كنوز وإحنا مفرطين فيهم هما الشباب محتاج مننا بعض الاهتمام وشوية رعاية محتاجين نكون يد واحدة ونبص عليهم رصة إن هما مش أقل مننا خالص لو بقينا يد واحدة هما أفضل مننا في حاجات لو بقينا يد واحدة بالتأكيد هنبص لازم نكون مقتنعين إن ربنا وزع الاربع وعشرين قرات على كل خلق بالتساوي فهم عندهم الاربع وعشرين قرات بتوعهم زي أي إنسان طبيعي عنده الاربع وعشرين قرات بتقول ولي زي ما أنت بتقول كده فكرتنا إن إحنا بنقول من خلال مبادرتنا ما فيش حاجة اسمها إعاقة نهائي في حاجة اسمها طول ما أنت عندك حلم وعندك طموح وحلم هتفضل إنت بتدي إنت كده مش معاق لكن أنا عندي المعاق اللي هو مكتمل بس ما عندهش شيء بيديه ما عندهش حاجة يقدمها إحنا محتاجين زي ندوات التوعية والتفقيف للمجتمع عامة تتعامل مثلا فكسور الثقافة يبقى فيها دكاترة متخصين يغيروا من فكر الشخص العادي في التعامل مع زوالهم والتربية إحنا لازم في البيوت نفسها نربي أولادنا ونرب الناشئ الجديد اللي طالع إن يعملوا أخواتهم من زوالهمم إن هم مش نقصهم أي حاجة ما نمنع عنهم أي تنمر ندمجهم معنا وإحنا نندمج معهم نكون إحنا وهم نسيج واحد نستفاد منهم بقدر الإمكان نستفاد بقدراتهم نستفاد بميزاتهم ما نحسسهمش إن هم عالي على المجتمع إطلاقا بالعكس إطلاقا هم عندهم عندهم طاقة وعندهم ممكن لو أدوها هنطور من حاجات كتير قوي وهيبقى فعلا لهم دور في المجتمع زينا زيهم بالضبط كده ويمكن أزيد ويمكن أزيد يعني أنا بصر على كلامي إن في منهم فعلا بيتفوقهم بيتفوقهم إحنا معنا كذا شخصية موجودين معنا في المبادرة فيه اللي بيكمل داخل الأكاديميات معنا وبيدرسوا في جماعات زي الحلقات اللي نزلوا معنا وفيه زي مريم كفيفة وبتعد معنا البرنامج بل نوتا صوتها جميل جدا إذاعي خريجة كلية إعلام لازم تاخد حقها إن هي كلها أقل شيء مكان إن هي تظهر بها موهبتها اللي هي ذكرت سنين وتعبت سنين وشهور عشان توصل للحلم ده وده كان هدف وبرضو منضم الحاجات وده كان هدف من أهدف المبادرة وهدف من الأعلى عنهم سيادة الرئيس لما أشار بأصابع الاهتمام الاهتمام عفوا وأشار بأصابع الاهتمام نحو زو الهمم والقدرات الخاصة عشان يكونوا هم الركيزة الأساسية والتكملة للمجتمع كله نسيج في بعضه ونكون مكملين لبعض وإحنا فعلا بنشكر في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرتنا ومن برنامجنا لأن فعلا هو اللي شد انتباهنا أن احنا نشتغل بالمبادرة دي بثقة جمدة جدا لأن هو فعلا يدهم كل شيء جميل ويدهم وضع في المجتمع أنهم يظهروا ويبقى ليهم كيان ويبقى ليهم صوت ويبقى ليهم وضعهم كأشخاص زينا زيهم ودي حاجة جميلة جدا ولفتة جميلة منه فبجد مفيش كلام نقدر أن احنا ننفيه وإحنا مشينا وراء قطواته وخطاءه وإشاراته وحط الخطوط العريضة وإحنا حاولنا فكرته كمل بعد على طول كمل شجعهم رسالة هو بيردهن وإحنا بنكملها مش بيقول لنا نعمل حفلات ونقدم لهم شوية هدايا هما بيفرحوا بكده نعطر أكيد بيفرحهم بس هما محتاجين حاجات أكتر من كده طبعا بس الفرحة دي بتبقى مؤقتة وقت الحفلة بزبط هم عايزين الاستفادة ولا عايزين حاجات كتير أهم من الحفلات وأهم من الدرو كلمة الحلوة إنت أولتاس محمد للاندماج في المجتمع بزبط هو محتاجين للاندماجون هو لم يحس إنه هو إنسان كامل واللي بيعامله بيعامله على إنه زيه ما فيهوش نقص ولا فيه حاجة نقصة هو فعلا إنسان كامل هو ما كانش بإيده هو ما كانش بإيده ومش اختياره هو فعلا هو إنسان كامل وعليتلاقي منهم فعلا عباقرة في شتى المجالات فإحنا بقدر الإمكان نحاول نستفيد منهم ونحاول ننمي قدراتهم ونحاول يكونوا هما وإحنا نسيج واحد مفيش بيننا اختلاف وبنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين ودينا نكحين ووصلين لكل حين إنتوا بتحلموا بحبكوا جدا ومن قلبي نفسي أشوفكوا كلكم يعني كلكم في نجاح أكتر من منتو بتتمنوا يا رب إن شاء الله طبعا بما إنا بقى هنتكلم عن جانب القانوني جانب القانوني بقى في الانتخابات الفترة دي ونصحتك حضرتك محامي إن فيه ناس لما بتنزل الانتخابات بتعمل أخطاء كده بتخلي الصوت يبطل إيه الحاجات ديات اللي إحنا ممكن نقدمة زي حاجات كتير قوي فمن ضمنهم إن لو كتب بالألم الرصاص أو علم علامة في الورق اللي معاه فيه حاجات تانية ممكن إن أنت تنصح بيها إن هو لو دخل شان يبقى صوته مش باطل هو لازم المرشح الناخب يكون داخل عارف كويس قوي هو داخل يرشح مين سامع برامج المرشحين محدد أولوياته عارف أهداف كل مرشح وقدراته على تحقيقها من عدمه عاب يحاول يختار كل مرشح على حسب ممكن يكون هيحقق أهدافه في المستقبل إزاي ده أول خطوة لازم يعملها الناخب قبل ما يكون داخل سواء كانت انتخابات رئاسية أو سواء كانت انتخابات برلمانية أو محليات أو حتى نقابات لازم أكون عارف أنا داخل فين وداخل ليه وداخل إزاي وما استهترش بصوتي ما استهترش أبدا أن صوتي ده ممكن في ظل إشرف قضائي نزيه وفي ظل رعاية القانون وفي ظل دستور بيحمي العملية الانتخابية ممكن أن الصوت ده يقلب الموازين حرفيا إن أنا ما أقولش إن أنا صوتي بيضيعها بقاً ما أقولش إن أنا صوتي مالوش لازمة لا أنا محدد أهدافي ومحدد اتجاهاتي وعارف أنا داخل أرشح مين أدوار الأحزاب اللي شغالة في الفترة دي إيه أدوارها إيه دورهم أتكلم عن نفسي أنا أمين مساعد لجنة أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بأمانة برسعية حزب مستقبل وطن والحزب كان له دور فعال في نشر الوعي الجماهيري والشعبي بمحاولة توعية الشعب نفسه بقيمة المشاركة في الانتخابات دون توجيه لمرشح معين بس إحنا بنحاول يعني إيه تشارك في الانتخابات يعني إيه يكون ليك دور يعني إيه أنت مواطن إيجابي عشان يكون ليك الصفة والصلة منح عليك الدستور بقوة حافظ عليها أرجع لسؤال حضرتك الأولاني إزاي أنا مطلش الصوتي في الانتخابات أي ناخب هيخش لجنة الانتخابات هيلاقي فيه برافان عليه السطرة موجود في البرفان ده هيستلم ورقة الترشيح من سيادة المستشار القاعد رئيس اللجنة وهيكون عارف زي ما قلت لحضرتك هو داخل يرشح مين داخل ينتخب مين طبقا لأهداف وأولويات وبرنامجه الانتخابي في موجود في جميع اللجن جوه ألم موجود ياريت كل الناخبين تستعمل الألم الموجود وما ناخدش أي ألم من برا الألم ده موجود زي الإقلام الرصاص الإقلام الرصاص بيبطل صوتك في الانتخابات الإقلام الرصاص الإقلام الحبر الإقلام كتابة إسمك كتابة إسمك دي برضو حاجات بتبطل الصوت أنت تقول أنا بنتخبك لهدف معين برضو دي ممنوعة بالزرعة أنا أعلم بعلامة على المرشح اللي أنا اخترته فقط أكتر من كده بيبطل الصوت الانتخابي إننا أعلم بالورقة إننا أشطت إننا أحط أكتر من علامة إننا أحط الاسم إننا أحط أكتب بألم مغاير ألم رصاص ألم ممكن فيه لمبة تتطير حبرها إننا أسيب الورقة فاضية إننا أشرب عليها إننا أضيف اسم إننا أعمل علامة كل الكلام ده من مبتلاط الصوت الانتخابي. احنا لازم نحافظ على صوتنا ونكون نحددين كويس قوي احنا دخلين نرشح مين ونتعامل مع مين عشان ندي صوتنا بنزاهة ويكون صوتنا فعلا بلو صدق. المفروض وانت داخل الانتخابات يكون في حد واقف بواعي الناس. لان في ناس ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب وبتبقى دخلة هي هدفها ان هي تدي صوتها بس بتخطأ في حاجات. فالمفروض بيكون في حاجة. او بيتم توجيهها لصالح مرشح معين. بزبط. عشان ما هو النهاردة الدستور لما ادى للقضاء حق المراكبة على الانتخابات فده كان اه حماية منه لمنع كل هذه التجاوزات. ليه? اه ممنوع داخل الليجان الانتخابية حد يكون اه طرف مرشح او يوزع اه اه دعاية انتخابية لمرشح او يكون اه ياخد المناخب وهو اللي يشير به لعلامة مرشح معين. بالعكس. اه الناخب حتى زوى الاحتياجات الخاصة. ليهم مكان. ليهم مكان وكمان اه في منهم مسكين لجان اه. في مسكين لجان. وليهم موجودين الناس من داخل اللجنة معينين لمساعدة زوى الاحتياجات الخاصة. معينين. كلهم يتمتعوا بالحيادية التامة. كلهم يتمتعوا بالنزاهة تحت اشراف قضائي. مفيش فيهم واحد له اتجاهات انتخابية نحو مرشح معين. كلهم اه بيكلمهم في حدود المساحة اللي سمح بيها الدستور وقانون للناخب ان هو يختار الشخص اللي هو داخل يختاره. بالنسبة للناس اللي ممكن ما تكونش بتعرف تقرأ او تكتب. اللجنة العليا للانتخابات. اللجنة العليا للانتخابات كانت فاطنة للنقطة زي كده. وحطت العلامة وصورة المرشح جنب الاسم. عشان انا سهلت عليه كدير. فان انا اكون في ورقة الانتخاب داخل عارف على اقل صورة المرشح اللي انا داخل قدلي بصوتي عشان اودي له صوتي. بالضبط احنا طبعا عايز اقول لحضرتك واقول لكل المشاهدين ان احنا مصر في امان وفعلا مصر ام الدنيا بجيشها وبريسها. كتير من الناس لما عايزهم يبصوا للبلاد التانية ونشوفوا ان قد ايه احنا عندنا استقرار. قد ايه احنا عندنا امان. قد ايه احنا كل شيء عندنا ماشي كويس. ماشي هنقول احسن من بلاد كتير جدا. ومصر مازالت. احنا في الفترة حالية. بتحتضن الدول العربية والاجنبية. اللي بتصبها اي نكبات. بالضبط كده. يبقى احنا كده بنشكر ربينا على كل شيء. الحمد لله. ما عندناش اصلح من فخامة الرئيس بفتاح السيسي انه هو يكون رئيس الهمورية مصر العربية. خصوصا في الفترة دي. الفترة دي فعلا بتحتشد بالحروب والازمات والظروف الصعبة. مخصوصا. وكل الدول. كل الدول حقيقة. حط عنها على مصر. وحط عنها عن قرب. وبترأيبني اوي. بس مصر مكبرة الغزاة. بس جيشنا اوي. يعني على بر الاصور. جيشنا اوي. مصر مكبرة الغزاة بس احنا لازم نساعد. احنا لازم نكون ايد واحدة. احنا لازم نكون شعب مصر على اقل برجل واحد. طبع. كلنا نكون. نكون على واعي والفقافة. بالضبط. ودي فرصتنا على فكرة عشان نسبت للعالم كله. احتشادنا قدام السنديق الانتخابية. كلا وانت بتدي صوتك. وانت بتدي صوتك. خلي بالك. اديها لديك الامان. اديها للشخص اللي هو فعلا خلاك في استقرار وامان. خلى كل شيء جميل موجود في مصر. وان مصر ابتدت ترجع جميلة. يمكن فيه تليفون جالي من حد من خارج مصر. كان بيقولي انا نزلت مصر. كان قديل سنين. شفت الكباري والطرق. كنت منبهر جدا. وكل شيء جميل في مصر. فبجد خلي بالك صوتك امانة. الدي اللي يستحقوا فعلا. واللي وقف جنبيك. وخلاك عايش في امان في بيتك. الجيش عمل كتير عشان خطرنا الفترة اللي مش. انت قاعد مستريح في بيتك. لكن هو برا متعرفش. هو سايب. سايب اهل و سايب بيته و سايب ولاده و سايب. سايب سؤال دكتورة مهم جدا. هل في اجراء قانوني يعاقب اللي بينتخد او اللي يمتنع على الانتخابات? قانونا. ده اكيد اكيد. قانونا في غرامة. يعني اللي بمتنع الانتخابات بتطبق على الغرامة. بتطبق على الغرامة. قانونا. اكيد طبعا بنرشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من برجنا. او من مبادرتنا. دي حقيقي العداد بيقولي برضو. هي من مبادرتنا ومن برنامجنا. احنا فعلا بنقاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لانه اصلح. اصلح. شخص قائد في الوقت الحالي. يكون لمصر. ام الدنيا نقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا جيشنا. وتحيا شعب مصر العظيم. وتحيا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شرفتنا ومنورتنا. شرفي جميل. ودايما نقول يد واحدة. ومصر ام الدنيا. وهتفضل ام الدنيا. وشعبها الاصيل الجميل. وجيشها وريصها. انتظرونا يوم الحد الجيد. ان شاء الله. صباح لك. شكرا بسعادة.